أفضل تطبيق للتعديل على ملفات البي دي اف بشكل احترافي ومميز جداً ومتاح على جميع نظمة التشغيل أندرويد آيفون ويندوز ماك النهاردة هنتكلم وهنستعرض التطبيق بشكل سريع على الماك ولكن تقريباً نفس المزايا موجودة على الويندوز مع اختلافات بسيطة ونفس الكلام لنسخ الموبايل النهاردة هنتكلم بشكل سريع عن التطبيق نقول أهم المزايا الموجودة فيه ولكن هنركز على مستين مهمين جداً لأن المستين دول بتدفع لهم فلوس في تطبيقات تانية الغريب في الموضوع أن التطبيق ده بقاله فترة كبيرة مجاني تماماً والحد وقت تسجيل الفيديو ده التطبيق مجاني مية في المية شيء مميز جداً هنشوفه في حالة النهاردة بس منسوش تعملوا لايك الفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعوا الجرس وتشاركوا الحالات مع أصدقائكم وتشاركونا برايكم تحت في التعليقات السلام عليكم معاكم محمود عمران وأهلاً بيكم في فيديو جديد خلينا على طول نروح نشوف تطبيق بي دي اف جير المميز جداً والمتاح على جميع نظمة التشغيل أندرويد آيفون ويندوز ماك أنا نزلت التطبيق على الماك وتقريباً نفس المزايا هتلاقي موجودة عندك على ويندوز أما نسخ الموبايل بتكون مختلفة شوية عن نسخ الدسكتوب ولكن برضو هتلاقي أغلب الفيتشرز والمزايا موجودة في نسخ الموبايل خلينا نفتح بقى التطبيق مع بعض ونشوف كل المزايا الحلوة وفي آخر الفيديو هركز لكم على مستين مهمين جداً في التطبيق المجاني ده والغريب إنه مجاني تماماً فده شيء يعني صراحة مميز جداً خلينا كده نعمل اوبين فايل وندخل على الدسكتوب نفتح التعليم في زمن الانفتاح ونفتح الكتاب ده طبعاً الكتاب ده من مؤسسة تنداوي اللي ما عرفش مؤسسة تنداوي بتقدم كتب مجانية تماماً تقدروا تنزلوها بصيغ مختلفة بي دي اف و اي باب وصيغ تانية فصراحة يعني أنصح بشدة للناس اللي بتحب القراءة تقرأ من مكتب تنداوي كتب مضيفة بكواليتي عالية جداً وكتب شرعية مش مسروقة ودي حاجة مهمة جداً المهم عندك هنا الكتاب تقدر تتصفحه بدون اي مشاكل عندك هنا الانونيشن لو انت عاوز ترسم حاجة او تكتب حاجة على البي دي اف يعني مثلاً لو جينا على الصفحة دي كده تقدر تعمل بقى الحاجات الاساسية دي الانونيشنز تقدر هنا تعمل خطوط تقدر هنا تكتب بالقلم مثلاً اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس وتشاركوا الحالات مع اصدقائكم الناس اللي محتاجة بدي اف اديتور تطبيق ده مميز جداً تقدر كمان هنا انك يعني تكتب تكست تقدر هنا تعمل نوت مسلاً في مكان معين فالانونيشنز صراحة هنا احترافية جداً ماشي ده الجزء الاولاني عندك بعد كده fill and sign ودي تقدر من خلال انك تعمل signature او توقيع التوقيع ده ممكن تكتبه بايدك بالقلم لو انت عندك trackpad او صورة معمول لها توقيع او انك مثلاً هنا تكتب التوقيع بشكل يدوي عن طريق الكيبورد وتختار الفونت اللي انت حابب يعني التوقيع بتاعك يكون ظاهر به وتضيفه عندك على البي دي اف او على الوثيقة اللي انت فاتحها عندك طبعاً برضو stamps عندك هنا لو انت بتراجع ملفات بي دي اف او CV هات تقدر تستخدم لستامبس دي بمنتهى السهولة عندك edit هنا للتعديل على البي دي اف بس خلينا نكون واضحين ان التعديل على ملفات البي دي اف باللغة العربية بيكون صعب جداً حتى مع برامج زي ادوب اكروبات دي سي هو احسن من دول صراحة ادوب اكروبات مع اللغة العربية ولكن لسه برضو موصلناش لمرحلة ان احنا نعدل على البي دي اف بسلاسة وبسهولة ويبقى بنفس التنصيق لان اصلاً صيغة البي دي اف هي صيغة مصمطة صيغة مش سهل التعديل عليها انا بتكلم التعديل على النص الموجود جوه البي دي اف مش على انك تحزف صفحة من البي دي اف او تضيف صفحة موضوع ده سهل وتقدر تعمله بمنتهى السهولة ولكن التعديل على النصوص الانجليزية مع البرامج بتاعة البي دي اف اديتور سواء كانت ادوب او غيرها بيكون اسهل بكتير من اللغة العربية فدي بس معلومة حبيت اوضحها بعد كده هنا البي جز تقدر تحزف اي صفحة من دول اجزتراكت كابي بيست ريموف تعملها روتيت زوم انو زوم اوت او انك تضيف صف صفحة فاضية جوه البي دي اف ودي حاجة طبعا جميلة جدا عندك كمان انك تقدر تقسم صفحات البي دي اف لمسلا خمس ست صفحات براحتك يعني لو البي دي اف ده مسلا ميت صفحة تقدر تعمل كل صفحة في الواحده تقدر هنا كمان تعمل اجزتراكت لي صفحات معينة الاسبلت هنا احيانا بنشوف برضو بي دي اف بيكون اه صفحة معمولة صفحتين لازقين في بعض فاسبلت دي بيقسمها لك بالنص ودي طبعا ميزة مهمة جدا خصوصا الكتب العلمية اللي بتكون اه نازلة على الانترنت للتعليم وكده في بعض الكتب بتكون الصفحتين لازقين في بعض متصورة كده فبالتالي انت مع ميزة الاسبلت بيقوم قسم لك الصفحة الواحدة من البي دي اف لصفحتين منفصلين ويرتبهم لك ودي طبعا حاجة ممتازة عندك بعد كده الفورم دي صراحة ميزة جميلة جدا لو جينا هنا مثلا عايزين نعمل فورم جوه البي دي اف ده الموضوع سهل جدا بتيجي هنا انا عايز اعمل فورم بالشكل ده والفورم ده انا عايز الناس تكتب مثلا هنا اسمها بالشكل ده واقوم جاي هنا عامل فورم جديدة واقول مثلا هنا ايه نسميه مثلا ايه ايميل بالشكل ده وهنضغط على بري فيو هيظهر لنا بالشكل ده فده الاسم نمسح محمود تقدر تكتب اسمك هنا والايميل بتاعك تقدر تكتبه هنا فتقدر تعمل فورم بشكل جميل جدا عندك طبعا حاجات مختلفة تيكست فيلد شيك بوكس وراديو بوتون ودروب داون دي حاجات كلها يعني انماط من الفورم عندك بعد كده التولز ودي برضو نفس الكلام كومبريس بي دي اف كومفيرت تقدر تتحول البي دي اف لي وورد وكلام من ده ولكن برضو في نقطة مهمة جدا البي دي اف العربي لما بتجي تحول الورد ما بيبقاش بنفس التنصيق وبيبقى في مشاكل فمحتاج تعديل قوي جدا وغالبا كمان ممكن بعض البرامج ما بتقدرش تعمل كومفيرت كويس فدي معلومة بس حبيت اوضحها عندك هنا كومبريس تقدر تضغط ملف البي دي اف وتقدر تعمل ميرج وسبلت اللي احنا ذكرناها من شوية وموضوع الاو سي ار دا هنخليه في اخر الفيديو لانه مهم جدا جدا وهي حابب اركز عليه فده هنأجيله بس لحد نهاية اخر الفيديو لان في حاجة صدمتنا صراحة بعد كده عندنا هنا كروب تقدر تعمل كروب لصفحة او لأي صفحة بي دي اف ودي حاجة طبعا جميلة وعندك هنا بروتيكت طبعا لو انت عاوز تضيف باسورد للبي دي اف او انك تعمل ريداكت يعني ايه ريداكت؟ يعني مثلا لو في معلومات حساسة في البي دي اف ده مثلا ايميلات شخصية ارقام موبايل وعايز تخفيها بمنتهى السهولة بتضيف الري داكت بالشكل ده خلينا كده نرجع خطوطين نيجي مثلا هنا عملنا ريداكت فنقوم عاملين مثلا على الكلمة دي خلاص لو روحت في اي مكان هتلاقي كلمة المحتويات دي على طول بتعمل لها ريداكت ودي حاجة طبعا جميلة جدا فان انت تقدر تخفي اي معلومات حساسة بداخل البي دي اف ودي ميزة مهمة جدا نيجي بقى لاهم مستين في بي دي اف جير ومن وجهة نظري دول اجمد مستين في التطبيق ده وهم السبب الرئيس ان انا اتكلم عن التطبيق ده الميزة الاولى ازا كان الاصطناع هتلاقي عندك هنا بوتن ظاهر تحت تضغط عليه بيديك هنا خمسين رسالة على الملف الواحد في اليوم هنضغط هنا شات ناو على طول هنا هجيب لنا الكتاب اللي احنا فاتحينه ده هجيب لنا الكتاب ده اسمه كذا ويبدأ هنا نقدر نسأله نقول له مثلا لخصه واعمل كذا سوي كذا فصراحة الموضوع جميل ممكن نقول له مثلا سامرايز زيس بديف بس خليني كده اجرب بالعربي انا لسه اول مرة اجرب ده معاكم ممكن نقول مثلا ايه اه لخص الكتاب ده انتشوف النتيجة هتبقى كويسة ولا لا فهل هيقدر يلخصه بالعربي اه تعليم في زمن الانفتاح فبدأ يلخصه ادري يجيب الكلام الموجود جوه الكتاب صراحة كده ممتاز جدا اه عندك دي الميزة الاولى اللي انا ذكرتها ان دي من اهم المزايا نيجي بقى على ميزة الاو سي ار لانها صراحة جمدة جدا هنجد كده على صفحه وليكن الصفحه دي وهنضغط على او سي ار هتلاقي عندك هنا لوكل فايل او سي ار سكرين شوت او سي ار وكارنت فايل او سي ار وي او سي ار تو سير شابول بديف هنضغط هنا على كارنت فايل او سي ار ممكن تاخد سكرين شوت يعني ممكن لو ضغطنا كده هناخد سكرين شوت لي الصفحه دي مثلا وهعمل لنا ليها او سي ار بشكل سريع جدا جدا وبكواليتي وجودة عالية جدا فممكن تستخدمها من هنا ولكن انا هضغط هنا وقوله كارنت فايل او سي ار ركزوا بقى عشان اللي يحصل دلوقتي انا اول مرة اشوفه هنضغط على ستارت او سي ار طبعا الكتاب 164 صفحه فهنستنى ثواني لحد ما يخلصهم وهنشوف النتيجة اللي انا عايز اورها لكم من الاو سي ار المدمج في تطبيب ديف جير ودلوقتي خلص خلص معنا الصفحات الخاصة بالبي ديف تقدر من هنا كده تبدل بين الصفحات زي ما انتو شايفين هنا جايب العربي والانجليزي صح هنداء وقت هنداء ودوت اورج اليميل وده كمان الموقع الخاص بالكتاب او اللي ناشر الكتاب هنيجي هنا نمشي كل الصفحات هتلاقي جايب كل حاجة كل حاجة يا جماعة بمنتهى السهولة وعلى طول هنا مظللك الكلام وقادر يجيب الاو سي ار او النصوص الموجودة جوا الكتاب بمنتهى الدقة صراحة الشيء مميز جدا جدا اول مرة اشوف حاجة بالسلاسة دي طبعا انا شفت حاجة قبل كده اليو بي ديف وشفت برامج قبل كده بتعمل ده بس ان تلاقي حاجة مجانية وبالكواليتي دي ومتاح على جميع نظمة التشغيل ده اللي مش عادي صراحة يعني ده مش عادي انا حبيت بس اشارك معاكم المعلومات دي البوت بتاع الزكال الاصطناع المدمج في تطبيب ديف جير المجاني تماما وكمان الاو سي ار يعني حرفيا لو انت عندك كتب قديمة علمية او حاجة تقدر تقرأ منها وتقتبس منها بمنتهى السهولة خصوصا الباحسين اللي بيحتاجوا اكتباسات من الكتب دي عشان يضفوها لرسالة الماجستير او الدكتوراه التطبيق ده لا غنى عنه على اجهزتكم طبعا المطور حاليا مخل التطبيب مية في المية مجاني ممكن يفضل كده على طول ولكن انا اظن ممكن بعد فترة معينة يرجع بفلوس الله اعلم او يضيف مشتريات فيه في كلا الحالات التطبيق ده مميز جدا وشايفه بينافس يوبي ديف اي نعم يوبي ديف في ميزة حلوة ان انت بتشتري مرة واحدة وبتاخد التطبيق على اربع اجهزة بنفس الاميل بتاعك ودي حاجة كويسة مع اثنين جيجا مساحة تخزين مجانية انما ده ما فيوش ايميل ولا كلاود ولا اي حاجة بس بيقدم لك تقريبا نفس المزايا الموجودة في يوبي ديف بل بيتفوق عليه في موضوع الزكاة الاصطناع المجاني ده ودي حاجة طبعا مبهرة جدا وبس كده د دي كانت حالة النهاردة مع تطبيق يوبي ديف جير المميز جدا والمتاح بالمجان على جميع انظمة التشغيل مانسوش تعملوا لاحك في الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعيل جرس وتشاركونا برايكم تحت في التعليقات كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد تحياتي سلامة